صباح الخير أهلا وسهلا بك وسهلا بك صباح النور أهلا وسهلا بكم يعني بالبداية خلينا نحكي إحنا ما هي المهارات والمواصفات المميزة لأي شخص حتى يكسب أقدر كثر ممكن من العلاقات الإيجابية أنا ما بهمنيش العدد كمان بهمني النوع طبعا النوعي أهم من العدد صحيح بالفعل أول شي صباح الخير شكرا لستدفتوني لا استدفت للكم أهل ورتين أجيتي عنها أضورك أضوري عنكم صراحة بالبداية مهم جدا إحنا مخلوقين كأنحي اجتماعي إحنا ما نقدرش نعيش بوحدة وعزلة فهذا مهم كتير هي يعني توطيد العلاقات وتحسينها وتطويرها هي مهارة يجب أن نتدرب عليها باستمرار يجب أن نعي أنه الإنسان ما بقدر يعيش لحاله فلازم يشتغل على حاله حتى يقدر يطور هاي المهارة ويكسب علاقات صحية إيجابية بحياته هي زي ما أنت أحد تفضلت أنه هي مش بالعدد هي لا هي بنوعية الناس الإيجابيين اللي بيشبهوك بيشبهوا أفكارك حداتك وتعاليدك يعني البيئة المناسبة لأي لك كيفية إثراء العلاقات بين الناس كيف هل هي مكتسبة هل هي بالفترة بدها تدريب ممكن أن أكون ممكن علاقتي مثلا فيك منيحة علاقتي ما حازم منيحة بس مثلا مع باقي الزملاء هل تختلف من شخص لآخر ولا لا إذا كنت عندك هذه الذكاء تريد أن تعمل مع الكل أكيد اللي عنده بيمتلك الذكاء العاطفي والاجتماعي أكيد عنده القدرة على التعامل والتواصل مع الناس بطريقة أسلس من غيره هل الأنسال ما عنده هاي الأدرة وما عنده هاي المهارة وعنده وعي أنه يجب أن يحسن العلاقة مع الآخرين أكيد يشتغل على حاله يدرب بيده شوف كيف بيقدر يتصرف مع هذا الشخص حتى يقدر يوصل له حتى نصير نحكي لغة مشتركة هل هي التفاهم بيخلق لغة حوار ونقاش مع الآخرين نقدر نوصل صوتنا بطريقة مريحة ونجذب أشخاص يعني إيجابيين بحياتنا هل في مثلا احتياجات معينة أو حاجات معينة في مواصفات معينة يعني منسمع دائما أنه الشخص يمتلك الحاجيات العشرة خلينا نحكي للعلاقة المميزة نشرح عنها أكتر نوضحها حتى يعني هل ممكن واحد يكتسبها أم هي موجودة فيها أم يتدرب عليها ويتعلمها خلينا أكيد هي موجودة طبعا بس لازم أنه يتدرب عليها حتى يقدر يتعامل معها بطريقة صحية كل شخص عنده احتياجات مثل ما عنا احتياجات جسدية وروحانية في عنا أكيد احتياجات علاقاتية نسميها وهي عشر حاجات مهمة كثير بالعلاقات أهمها أو بنا نحكيها العشرة حتى نقدر نعرف شو هي الشغلات اللي منقدر فيها نطور علاقاتنا مع الآخرين التقبل نتقبل الطرف الآخر بكل عيوبه وأخطاءه نتقبل الطرف الآخر بكل معنى الكلمة بشكل حيادي بالإضافة للمودة عدي في عنا تعبير عن المشاعر وكلمات حلوة منطلحها للشخص الآخر حتى نبقى إحنا بمكان صح بحياة الآخرين بالإضافة للتقدير في عنا قلنا تقبل موضة تقدير الرضا والاستحسان كمان مهم كثير هذه هي بتأكد على أهمية العلاقة بين الطرفين بالإضافة للتشجيع كمان في أشخاص يحبوا حاجة التشجيع حتى يستمروا ويثابروا على الشيء لهم يتمحوا لأله فإحنا بنحتاج ناخدها من شخص آخر بالإضافة للإحترام هذا هو بيخلق قنوات تواصل واتصال مفتوحة مع الآخرين بتوطد العلاقات في هناك معيقات بالحياة بتعيق إسراء علاقاتنا مع الآخرين أشهر المعيقات وكيف نقرأ نتخلص منها؟ أكيد هلأ في عنا أهم ثلاث معيقات بتخلينا إحنا ما منقدر نتواصل مع الآخرين بشكل سليم وبالتالي ما حيبقى عنا علاقات صحية معهم؟ أهم حاجة الأنانية الأنانية هي اللي بتخلق أنه دايما إحنا منفضل احتياجاتنا على احتياجات الآخرين صحيح فهذا الشي بيخلق نوع من الحاجز كنا عملي بني حاجز بيننا وبين الآخرين وهذا الشي يعتبر معيق في تطوير العلاقات الصحية مع الآخر ممتاز طب يعني اليوم إحنا يمكن هل هذه الطبيعة أنه مثلا الشخص بيعرف يعمل أصدقاء يتم تدريب أنه يعني مثلا أنا ابني وهو صغير بعمر صغير أحب أنه يعمل علاقات حلوة حتى هو بحثه أنه مثلا أنا عندي خمس صحاب عندي عشر صحاب لما بتعرف على واحد يأتي مبسوط هل ممكن نغرسها في الأطفال حتى لما يكبروا يعرف كيف يختار صاحبه مش مهم عيد وأكر يكون عندي مئة صاحب ما مش مستفيد منهم خمسة ممكن هي المش بالعدد لأنه مرات العدد ببقى هي شي سلبي على الآخر نزرع ونغرس في الأطفال كيفية اختيار العلاقات الإيجابية أنا حكيت من البداية أنه العلاقات هي تطوير العلاقات هي مهارة إحنا نتدرب عليها لما نكون في عنا وعي بدنا نحسن علاقتنا مع الآخر بدنا نعرف شو هي الطريقة لنوصل لهذا الآخر حتى تزوق في عنا قنوات تواصل واتصال مفهومة بين الطرفين فقط بدي أركز شغلة واحدة الهاجات العلاقاتية قلنا عنهم العشرة هم من هي بنسبة مختلفة بتختلف من شخص لآخر إذا أنا عندي حاجة مثلا الاحترام بنسبتها أعلى بشخصيتي مش بالضرورة لازم أضلني أعطي احترام للطرف الآخر ممكن في عنده حاجة أهم حتى يقدر يفهمني ووصل صوتي لإله وأزيد وأطورها العلاقة الصحية الإيجابية بينه وبينه طبعا بالنسبة للأطفال أكيد لازم نغرس هذا الشيء المبادئ والأخلاقيات في التعامل مع الآخرين منذ الصغر بس منلاحظ بس منلاحظ مرات في أشخاص مولودين بالفطرة هم عندهم كريزما زيبا بالفعل كريزما نوعية شخصيتهم بيحبوا الحياة الاجتماعية بيحبوا العلاقات ما عندهمش خجال ما عندهمش يعني هيك نفور ورفض من الآخرين لكن منلاحظ من الرائب أولادنا في أولاد بيحبوا الانطوائية أكتر والوحدة هم نبلش نشتغل عليهم ونحطهم في بيئة صحية مع أصدقاء يعني بيتحاكوا بيتماشوا مع مبادئهم وأخيين نفس البيئة الاجتماعية نفس البيئة الاجتماعية اللي نحن نعيشها حتى نقدر نطور علاقاتهم بيكسب من الأب والأم مثلا بيكتسب هذه الخبرة أكيد لما أرى أهله أنه عندهم علاقات جيدة مع الآخرين بصير هو يتعلم لأنه زي كنو عم يقلد دائما الأطفال يقلده للآخرين فريدنا أعطيهم الشغلات الإيجابية حتى يقدروا يفتحوا على العالم الخارجي ويتعامل معهم بطريقة صحية تحدثنا عن المنزل وتحدثنا عن الأصدقاء ببيئة العمل كيف له دور كتير كبير بإثراء العلاقات يعني أنت بتفيد زملائك وزملائك بفيدوك أيضا أكيد طبعا هذا مهم كتير ودور مهم كتير حتى الإنسان ينجح بحياته العملية بدون يعمل علاقات صحيحة مع الآخرين نعرف كيف نتعامل معهم نبني قنوات صحيحة ونقدر نتقبلهم نقدرهم نشجحهم حتى نصير نحن مقابولين في حياة هذول الأشخاص ونقدر نستر نتفاهم لأنه إذا لم نكننا بنين هذه القنوات أكيد لا نستطيع نتعامل ونتواصل معهم أكيد أكيد يعني اليوم كونه دخلنا موضوع بيئة العمل البيئة أو مثلا دعني نحكي إذا كان عمل العلاقة بتكون غير عما تكون حياة اجتماعية كقرامة أو غير لأنه ممكن هناك تكون فيه تنافس ممكن يكون فيه مصلحة معينة لكن لما يكون فيه صداقة خارجية وما قالهاش مش في بيئة العمل أو في بيئة عائلية معينة تكون إلها تأثيراتها أو إيجابية أكثر كيف نتعامل في هذه الظروف أنا برأيي مع الذكاء العاطفي والاجتماعي لازم نكون في عنا مهارة اسمها فن المسافات أنا حكيت عليها من السابق لها دخل كبير في تطوير العلاقات مع الآخرين ونميز حسب مين الناس نحن عم نتعامل معهم في علاقات لازم تبقى ضلها رسمية طريقة رسمية معينة نقدر نعطيهم مسافة ومساحة معينة معهم ونخلق علاقة جيدة مع هذا الآخر أم تختلف طبعا من الأسرة للعلاقات الأصدقاء لعلاقات المهنية فأكيد إحنا لازم نميز بين هذول الأشخاص ونعطي كل علاقة أدرها وحقها حتى نقدر نوصل صوتنا بطريقة مريحة وإيجابية في النهاية أرسل حب تنصح المتابعين والمشاهدين بموضوع إثراء العلاقات أهم حاجة بالعلاقات أنه إحنا دايما نسعى يعني مدام صار عندنا الوعي أنه إحنا بدنا نحسن علاقة مع الطرف الآخر نقدر نصهم إيش حاجاته الأساسية إيش الشغلات اللي بدنا نقدر من خلالها نوصل لهذا الشخص حتى نقدر نتواصل بطريقة مريحة لأنه مش الإحتياجات اللي إحنا بنركز عليها دايما هي موجودة عند الطرف الآخر لأ مرات بيكون عنده إحتياجات أخرى بدنا نقدر نتفاهم نستوعبه نسمع له دايما الأنصات والاستماع الجيد للآخر تحدثت عن العلاقات وأعرف كل شخص من علاقته إيش هو أو إيش ناقصه طب في مرات ممكن أعرف بس في مرات ممكن ما تعرف إيش ناقصه فكيف بدك تتعامل مع هذا؟ هي من خلال التعامل فقط من خلال التعامل بالفعل كيف أنا أقدر أكون منفتحة على هذا الشخص أتعامل بكل إريحية وإيجابية أسمع له وأفهم شو إحتياجاته بطريقة غير مباشرة وأقدر من خلالها أوصل لهذا الشخص بطريقة جيدة يعني إحنا يمكن نستغل وجودك معنا اليوم بيقول لك والله حبيته من الجلسة الأولى أو مثلا رتحت له من الجلسة الأولى والله هذا يعني مرتب وصعب بتلاقي يعني ما بعرفه من يومين ثلاث وطلعات وروحات وجيات كيف إنه الواحد كمان يعرف هاي العلاقات إنه ما يبني عليها بسرعة أو مثلا يتأكد من الطرف الآخر أو بالفعل التأني والحذر في تطوير العلاقات مع الآخر مهم جدا لأنه مش كل شخص أنت قعدت معه هلأ ممكن يكون بشبهك أو إنه في شغلات مشترك أو بنفتل عليك مثلا بالفعل فلازم إحنا شوين كون حذرين في البداية عشان هيك فني المسافات مهمة كتير في تطوير العلاقات مع الآخر بالبداية كل إنسان حذر ما يعطي كل شيء ما يعطي ثقة كاملة للطرف الآخر حتى نقدر نبني علاقة جيدة مع مرور الزمن نعم بدنا نشكر تباجزك معنا بدنا نشكرك على هذه المعلومات شكرا لإلك شكرا لإلك شكرا لإدداء شكرا لإداء